يهلا فيكم يرتحيهم قبل 44 عام زعم العديد من الشعراء أنهم أصحاب قصيدة سجح مع الهاجوس طبيعة لي إلا أنه تبين إن صاحبها الحقيقي هو الشاعر مبارك البخية السبيعي اللي كان وقتها أحد أفراد الحرس الوطني في ذاك الزمان البخية كان يسكن في محافظة بحرة في المنطقة الغربية بين جدة ومكة بحكم عمل هناك واشتهر البخية بالكرم الشديد وإعداد ولايم كبيره لضيوفه اللي كانوا يتوافدون عليه خاصة أن منطقة سكنه كان يوجد بها معسكرات لأفواج الحرس الوطني وكان من ضمن منسوب هذه الأفواج العديد من أقاربه واضطر البخية أن يقول القصيدة بعدما أنتقدها البعض بسبب كرمه وأن عليها لا ينفق كثير ويحتفظ بأمواله بدافع خوفهم عليه خاصة أن لديه أسرة وزوجتين وكان البخية أعد وليمة لعدد من أقاربه وبعد ما ذهب ضيوفه قام من كان عنده وانتقدوه وقالوا له يا البخية أنت عبد خبل جالس على دربه للسيارات وعلى دربه للأفواج وكل ما جاك واحد ذبحت له ذبيحة وأنت ما عندك شيء وفي القريب راحت تتقاعد من الحرس وأنت ما ملكت شيء من المال وعندما سمع البخية هذا الكلام وهو يسوي القهوة دق بها رد دلة وبدال ما يضعه في الدلة وضعه في إبريق الشاهي قالوا له ربعه أنت خربت قهوتنا وش بلاك قال لهم أنتم اللي خربتوها لكن شوفوا لكم واحد صاحي يسوي لكم القهوة أنا هو جست وقال القصيدة وهذا الكلام في عام 1395 هجري يقول البخية في قصيدته سجه مع الهاجوس طبيعة لي طبيعة بموت ما جست عنها أشكي على الخلاق وارفع له يدي ذا كثات الأفكار يفك منها أما الكرم قد فاز به حاتم الطي حتى الفرس من شان ضيفه طعنها خلوني أكرم في حياتي ونحي ولامت مدري جثتي من دفنها خلقت في الدنيا وأنا ما معي شي وباروح منها ما معي شي منها لابد ما نرحل عن المزح والغي ونسكن بيوت قبلنا من سكنها يا قصد القبر لابد ما نرحل عن المزح والغي ونسكن بيوت قبلنا من سكنها النفس مثل الغصن عايش على الري ولولاه كل الناس عافت وطنها مسكين يلي تحسب الواجد شوي العافية لو تنشري وش ثمنها يا جاهل الدنيا تراهي كمل في يا مخبل اللي في حياته منها إن أحرت لك كامت تروح وتجي مثل الذلول اللي طويل انرسنها واندبرت خلتك طايح ومرمي وكل واحد له حاجة ما ضمنها يا الله أسأل حسنات تقضي على السي لقربوا للنفس درعة كفنها وسلامتكم ويا رب تعجبكم قصتنا وفي أمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة